أيضا مرة أخرى خلوني أقرأ لحضراتكم أن الأهلي بيشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور 50 ألف مشجع في مباراة الهلال السوداني وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والقيادات الأمنية على مسندتهم لفريق الأهلي في مهمته الوطنية وموافقتهم على رغبة النادي في حضور أكبر عدد مسموح به من الجماهير 50 ألف مشجع لمؤذرة فريق الأهلي في مباراةه المهمة أمام الهلال السوداني بدور أبطال إفريقيا والمحدد لها الأول من إبريل بستاذ القاهرة ويؤكد بجلس إدارة النادي الأهلي على اعتزازه وتقديره الكامل للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن في كل المواقف وما يتحملونه من مسئوليات لدعم المؤسسات الرياضية خاصة عند تمثلها للبلاد في المحافل القرية الحقيقة ما فيش كلام بعد الكلام اللي قاله مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا الخبر شكرا لكل القائمين على أمن بلدنا شكرا لوزارة الداخلية لأن الموافقة الحقيقة على حضور 50 ألف مشجع ما اعتقدش إنها حصلت من فترة طويلة جد يعني يمكن آخر مرة كانت مباراة منتخب مصر والسينيغال من سنة تقريبا يعني كانت بالساعة الكاملة للإستاذ من سنة وبالفعل الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم أنا شخصيا وحشيتني الأجواء بتاعة كرة القدم الجميلة وجود جمهور النادي الأهلي المحترم الملتزم اللي بيدخل الملعب يشجع فريقه بس هو ده المطلوب تشجيع الفريق فقط كل يوم حنقول الكلام ده ودايما دعمكم هو اللي بيفرق مع الفريق وكل شوية حقول هذا الكلام وحكرر هذا الكلام إدارة النادي الأهلي الحقيقة تواصلت مع الجهات الأمنية وقامت بدورها الدولة وأجهزتها الحقيقة ما أثرتش في أي شيء بالعكس قدت موافقة رسمية على حضور 50 ألف مشجع كل الناس الحقيقة تعاونت على هذا الأمر لأن الرياضة بدون جمهور لا تعني شيء كرة القدم بدون جماهير في المدرجات صدقوني لا تعني أي شيء كرة القدم بدون الجمهور صعبة جدا 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 وكرة القدم اللي بخمس تلاف وبعشر تلاف يعني بتبقى أفضل شوية ولكن برضو بتبقى صعبة بس بدل ما أقول جدا عشر مرات هقولها خمس مرات بز لكن هي كرة القدم باللي إحنا شايفينه إن أنا عندي خمسين ألف مشجع أهلاوي يخشوا ويشجعوا نديهم